اهلا بكم حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد عن الابراج والنهاردة هنتكلم عن اهم نصائف وتوقعات وتحديات لبرج الميزان لشهر ببراير 2021 تمام برج الميزان عايز احييكو عشان انتو من اكبر واعلى نسبة مشاهدة في القناة يعني الميزان بدأ يتنافس مع التور دلوقتي التور كواخد المركز التاني دايما هيبقى الابراج الاكثر نسبة مشاهدة هي الابراج اللي هنعتم بيها الاكثر اكثر خمس ابراج عندنا اعلى نسبة مشاهدة عندنا برج العزراء بمقدمة طبعا عشان عزراء ممكن الناس كلها بقى في القناة عزراء كتير قوي بيبقى كمان برج العزراء عندنا طور عندنا حمل عندنا عقرب عندنا ميزان فميزان بقى في المركز التالد دلوقتي برج الميزان طيب هنتكلم النهاردة عن اي اهم النصائح وتوقعات لبرج الميزان طبعا احنا قلنا في 2021 برج الميزان هو من اكتر الابراج المحظوظة اللي هيبقى الحظة حالفهم هيبقى عندهم نجاحات قوية جدا وعندهم انتصارات فجو اون يا برج الميزان ممكن تكون الفترة دي عندك تحديات او عندك منافسة قوية جدا او عندك امنية انت مركز عليها اوي اوي جايلك فرص كتير جدا جدا الفترة الجاية حاول انت تنتهس كل الفترة او تمسك وتتشعبط في كل الفرص اللي هتجيلك لان عندك فرص حلوة تشتغل شايفة ان انت ممكن يكون عندك بداية شغل جديد او كمان تتغير مكانك في الشغل يعني لو بتشغل في مكان مثلا تروح ديبايتمينت تاني تروح قسمت تاني تروح شغلانة تانية جوه الشغل عندكو كمان يا برج الميزان صفر في شهر فبراير ممكن يكون صفر شخصي او صفر لي علاقة بالشغل ودي حاجة حلوة جدا ان هو الميزان اصلا بيحب الانطلاق وبيحب الصفر وبيحب التغيير حاول انت تتملى نفسك ايجابية برج الميزان ابعتم اي حاجة سلبية انا شايف ان لا الشهر ده شهر ايجابي جدا شهر بيوعدك بيعلو الشأن بيوعدك بنجاحات بيوعدك بتفوق بتحقيق امنيات عندك حاجات كتيرة نفسك فيها تقدر توصل لها شايفك منبهر بنفسك فرحان بنفسك سعيد شايف ان انت قادر توصل لحاجاتك النفسك فيها او حاجاتك تشايفها صعبة انا شايف ان انت ممكن تفكر تدخل في مجال جديد في العمل او تفكر في مشروع جديد تفكر تشتغل شغلانة جنب شغلك يبقى عندك مصدر دخل اخر او بتفكر في افكار جديدة ممكن تكون بتطور في نفسك وبتحاول تتعلم حاجة جديدة او مهارة جديدة بتدخلك فلوس ممكن تتعلم مثلا هوية جديدة تتعلم تاخد ديفالب من تاخد كورش بس انت عايز الحاجة دي تدخلك فلوس بعد كده فشايف ان انتو بتشتغلوا عليها او ان انتو مركزين عليها انا شايف ان انت بتطور من نفسك دايما الميزان الابراجل بتطور من نفسه هتهتم بنفسك بشكل مش طبيعي يعني بشكلك بستايلك بوزنك يعني احلى وقت هتشوف فيه بورج الميزان هو شهر فبراير هتكون اكتر جاذبية للجنس الاخر سواء رجل او ست يعني هتهتم بمظهرك هتهتم بشكلك بالسطيل بتاعك ستات ممكن يفكروا يعملوا حاجة في ويشوم يعملوا عمليات تجميل غيروا لهم شعرهم يقصوا شعرهم فيه نيو ستايل انجليك شايفاك مركز على المنافسة فيه منافسة قوية جدا جدا او واضح ان فيه اشخاص بصالك بس انت عندك منافسة او منافسين اقوية جدا فانت قد التحدي شايفاك يعني الميزان بيحب التحدي اصلا بيحب التشالنج فشايفاك متحمس ان انت تقدر ان انت ايه تواجه وان انت تكون قد التحدي هيبقى مطلوب منك ان انت تعدل ما بين اشخاص او ان انت تدي حكم على اشخاص حاول تكون عادل وانت عادل يا برج الميزان متقفش جنب حد ضد حد اخر حاول ان انت تبتعد عن اي حاجة ايه علاقة بالماضي او الفايبس اللي ممكن تدايقك بالماضي او اي زعل يعني ممكن شايفاك ممكن يكون في زعل مع الحبيب او كده بس انا شايف الميزان ما شاء الله ما شاء الله تاتش وود في شهر فبراير مركز على حلمك مركز على هدفك صحيح ممكن تكون الفترة اللي فاكت حصلت حاجات نغصت عليك او ضيقتك بس انت ادكتت بتاعك عارف انت عايز ايه فاهم ومتحفز لنفسك طيب شايفا ان ممكن كمان شايفا عندك ايه ممكن تكون بتغير طريق شغلك انا حاس ان فيه تغير في الشغل الفترة دي او طريق شغلك وممكن كمان تدخل حاجة جديدة على شغلك انا شايفا ممكن تشتغل شغلانتين مع بعض او تغير فيه بلانز بتعملها دلوقتي انت عمل تعمل بلان لحياتك وشغلك وكل اللي حطه في دماغك انا هوصل الهدف ده يعني هوصل ممكن تحصل لك شوية تحديات في العمل وناس منك تفكرتش لي بالشغل حاول ان انت تهدي اللعب شوية بورج الميزان بس انا شايفا انا مش عارفا ليه على حسن ميزان الفترة دي صورا جانيوري او ربوري في انقلابة في العمل بس انا شايفا في الاخر حتى لو حصلت شوية تحديات بس هذه الانقلابة بس هذه الانقلابة هتكون لمصلحتك يا بورج الميزان شايفا الحبيب بتاعك يا بورج الميزان في زعل شوية تعالوا نتكلم بقى بورج الميزان والعاطفة بورج الميزان والحب قولولي بتتفرجوا علي من فين قولولي فان يا بورج الميزان عندكو شوية تحديات ومنفسة قوية جدا جدا في العمل عندكو امنية انتو مركزين عليها ولا لا وفعلا الفترة دي بدأت تنتبه لنفسك وتركز على شكلك وتخط نفسك بريوريتي رقم واحد وتبقى رقم واحد في حياتك ولا لا وتعمل نيو لوكينج في شكلك وفي جسمك ولا لا طيب تعالوا بقى نتكلم عن بورج الميزان والحب وطبعا بورج الميزان والأبراجر ومنسال بهتم جدا جدا بالحب طيب بورج الميزان في الحب شايفا ان انت في زعل ما بينك وبين الشخص اللي انت بتحبه انت ممكن تكون متدامن وزعلان منه في حاجة هو عملها مركز على حاجة تانية او انت طلبت منه طلب يا انت يا حاجة تانية اخطيته في حيرة يعني انت مثلا قلت له مش عارف مصر كلها بتكلمني وانا في اللعيف يعني اما انت قلت له انا يا الشخص ده اما انت تديته خيارات اما ان انت حاولت ان انت تدي له options وهو موافقشي بس الشخص ده هو شايفا بيحبك قوي على فكرة وهيستحمل منك اي حاجة انا شايفا مستحملك او بيستحمل عصبيتك عليه او طريقتك الهجومية عليه فانا شايفا الشخص ده يعني يدي لك ال space بتاعته بتاعتك وعمال يقولك ماشي يعمل سوي انت انا اوكي معاك انا انا مبسوط على شاينك بس انا شايفا ان فيه زعل فيه حاجة بسبب ممكن مش طرف ثالث بس الشخص ده مثلا انت هتخيره ما بين حاجتين انا شايفا الشخص ده في الاخر هختارك انت لانه بيحبك حب حقيقي حب حب قوي حب من قلبه يعني الشخص اللي انت شريك حياتك او اللي انت بتحبه دلوقتي حبه حب نقي حب ما فيهوش مصلحة حب قوي جدا جدا بس هو شخص ده ممكن يكون السبب اللي انت مش فاهمه فيه او انه هو عنده مشاكل كتير قوي في حياته عنده صعوبات حياته مش مستقرة عنده مشاكل كتيره فهو بيحاول يستل نفسه او بيحاول ان هو يزبط المشاكل دي بيحاول ان هو يقف على رجله تاني فانت لازم لو بتحبه تستحمله وتدي له سبيس او تدي له وقت ان هو يقدر يشتغل على نفسه وان هو يكون افضل او احسن يا برج الميزان شايفا الشخص ده بيحاول هو بيحاول يبتدي من جديد او بيحاول مثلا عنده مشاكل كتير قوي في حياته قوي قوي مش خاصة بيك مشاكل في حياته الشخصية وشايفا عنده تعبان او عنده خوارات كتيرة جدا بس هو عايز صالحك وعايز العلاقة تاخد next step او ان انتو تتكلموا مع بعض تاني او ان انتو تروحوا المنعطف اخر او ان انتو تاخدوا خطوة ايجابية لحاجة احسن بس انا شايفا الشخص ده هيقدم لك اعتذار هيقدم لك عرض حب هيقدم لك حاجة هيقدم لك هيجي صالحك هيجي فانا شايفا ان هو يعمل خطوة ايجابية نحياتك بس انت زعلان منه متداق منه وحاسس ان هو ايه انت عايزه مثلا يسيب حد مثلا يبطل يكلم حد حاجة كان بيعملها يبطلها طريق كان ماشي فيه يسيبه بس انا اللي عايز اقولولك ان هو هيختارك وهيعمل الكلام ده فعلا بس هو هيحاول يرديك او هيحاول يرديك هيحاول يبسطك هو بشخص بيحبك قوي بيحبك حبك كي انك انت حد او ما عندوش اي استعداد ان هو يخسرك على فكرة انت اللي شغلك فهو الشخص ده بيحبك جدا جدا يعني. مش شايفان ان هو بيهتم بيك يعني شخص ده بيعرف يهتم وهو بيهتم بيك زي ده على اللزوم كمان. وعنده حطة الخوف عليك يا هو بيخاف عليك بيغير عليك. هو شخص غيورة على فكرة وبيغير عليك جدا. انت كمان غيورة عليك على فكرة. بس انا مش عارفة انت ليه مزعلان او مدايف. حاول تخرج من هذي التقل ان الشخص ده بيحبك. وبطل تكون قصي عليه وبطل تكون حازم وتعب تزعق وتستعم الفوز مش كويسة. ح بس هو بيحبك حب قوي جدا جدا وحبه جديد. وحاول ان انت تقدر المشاكل اللي عنده. ممكن الشخص ما يكون عنده مشاكل بيبقى مش ساوي بيبقى عنده حاجات كتير عايز تزبطها. بس هو بيسأل عليك حتى لو انت وبتتكلموش لايه بيسأل عليك صحابك بيسأل عليك قريبك بيسأل عليك يعني هو هو شايف ان انت بتاعه او ان انت ملكية لي يعني. طيب اهم نصيحة عندي ان انت حاول تفتقي شر اي حاجة سلبية. خليك ايجابي عندك نجاحات. هو شهر عظيم جدا بالنسبة لك. وشايفاه فيه تحقيق امنيميات. جاي لك فلوس خلوة جدا على المستوى المادي. صحتك احسن. تحسن. وشايفاهك هتبقى اكتر جاذبية واكتر جمالا. فاشكركم يا ربي الفيديو كون عجبكو. بيج هارت. قولولي فعلا في زعل ما بينك بين شريك حياتك وانت خيارته ما بين حاجة ولا لأ. وان هو عنده مشاكل في حياته ولا لا. قولولي يتفرج عليهم فين قولي. فعلا بتعملوا نيو لوكينج ليكو ولا لا يا برج الميزان. تانكيو بحبك باي باي مع السلامة. وتعملوا شاير كتير لأصحابكم بورج الميزان. وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة. باي باي.